بقاو كي هضرو في مواضيع مختلفة حتى يلقاش من وقيدا ونهد الصخر بغا يمشي في حاله خرجوا من المكتب ورقاو رقاو وإيلاف قالسين في الجردة توجه عند إيلاف وشد من عندها الطفل سغور فنيكيش عنده تلت سنين هزو بقا كيلعم معاه كيلوحوا الفوق ويعاودي شدو والولد بغا يتصطى بالضحك عاجبوا الحال وهي تقول إيلاف صخر عندها في تقية حليك راه عاد واكل شدو وباسو من حنيكاتو ومدو لها وسلم على رقاية وقال الواليدة هنا مشيت قالت رقاية الله يرضي عليك أولدي ما تعاودش تغبر إيلا ما عيتنا عليك ما تجي ما عرفتش علاش ما ترجعش تعيش في داركم وإنت عازل علينا صخر قال هاد الموضوع راه درنا فيه أنا كالقراحتي بوحدي والخدمارها مزيرة فايش كنكون مسالرة كندوس يلا الله يعونكم هات الساعة هو يقول سيراج بالله تنقول لك شي حاجة قرب ليه عنه وسخر دفعه وقال لي ايش هاد التبرهيش هو يقول سيراج بغيت نعنك خويا صغير فيها شي حاجة هادي قال ليه سخر وبعض مشا الصخر وخلاهم كيضحكوا عليه غار في نوم عزيش عليه داك شي ديا المحبة الزايدة والتعناق داك شي علاج دارها ليه سيراج عن قسط ركب صخر في الطموبيل ومشل شقا ديالو فاقت غهدير من النعاس معطلة اليوم مخنطة ماش مشات للحمام وقضات حاجتها وغزلات وجهها ومشات للكوزينة ودارت فطورها وقلسات كتفطر وتفرش شوية سرحات وجهة في بالها المنقف اللي طاليها في الطوبيل والغريب اللي ينقدها من دوك الدراريك تفكرات عينيه اللي بقاوا محفورين في ذاكيرتها وريحته اللي تغلغلات في نيفها جاه بحال شي بطل خارق خارج من القصص ضخم وطوين بالت كيف لكم يشا قدامه ضربات شبهتها على الأفكار الطفولية اللي جاتها ونفضت رأسها من هاد الأفكار ونهضت جمعات الطبلة ودخلات لبيتها بزات الباستي وتسرحات فوقنا بوسيتها وحطاتوا على رجليها خدامة فيه حتى عيات وصدات ونفسات هادي هي حياة غدير إلى ما كانتش خدامة نهار عطلتها كتقلس في الدار بوحدها ما عندهاش صحابات تخرج معهم وتجمع معهم على الدراري يتعاودوا بيناتهم وكلها وحدة تعاود على صحبها ولا الشخص اللي كيعجبها عمرها ما عاشت هاد الأجواب فتاة في سن 22 سنة فريعان شبابها من عازلة وما لاقياش اللي يمد لها إيدو يخرجها من هاد الوحدانية احتل عائلة ما عندهاش خلاوها واحد مورة واحد الشخص الوحيد اللي كيونسها وكيشكل النور في حياتها هو سيف كتعتبروا صديق أو أكتر من صديق مشاعرها تجاههم لخبطة هي براسها ما عارفاش باش كتحس من جهته ولكن كتفرح بوجوده جنبها وديما واقف معاها أفصالة الرياضة اللي كانت مليئة بأشخاص كيترينيو نساء ورجال كله وأشاد جهة الحديد كان معلق في الحديدة طالع هابط بسلاسة والعرق نازل مع ظهره كمل وهبط هز الفوطة وتم غادي غير مبالي ببنادم اللي حاضيه شحال من وحدك تتعوج في وقفتها وتتصرف بإغراءه لعله وعساء يلاحظها ولكن وعلي داز من حداهم بحالينا ما كينيش ومشا للدوش ودوش والبس حوي جوه وخرش وغادر النادي كان غادي في الطريق حتى جهة تيصال جاوب وهو يزير بإيديه على الفولون وزايد السرعة ومشا طايل خرج على المدينة وبقى غادي في الطريق الصيان حتى وصل للمكان كان القنت عامر بوليس متوقين البلاصة نزل صخر من الطموبيل وقرب كي يستكشف المكان كانت بحيرة بجنب غابة كتيفة الأشجار لمشا ديري كتدخل المكان المطوق وكتبان ليه سيارة فاخرة واقفة جنب البحيرة تاجه ناحيتها وعارفة شكاين تم معك الباب اللحظة السائق مفتوح وراجل ممدد عامر دمايات افهم البلاند غيا زير على ايده وعرقه تنفخه ووجهه والأحمر وهو ووقف كي يشوف البوليس جا فوف ديك الحالة وبعده حتى حد ما تجرأ يجي جهته حتى جا عمر وقف جنبه بدون كلام وهو ينطق صخر قال نفس الجريمة قال ليه عمر ويا الشاف وهو يقول صخر نفس القاتل عمر قال حتي مان ماذا الممأكدين صخر قال له شكون بلغ وهو يقول عمر جوجر جعل جاوا كي سيدو في هاد البحيرة وشافوا اللوتو ووقفه قربوا باللي هم بنادم عاين في دماياتو واتاصلوا بالبوليس نهد صخر وقال ديروا ختمتكم وتحرقوا مش اطلع للطموبيل وكسيرة طايا كانت جالسة في المكتب ديالها خدامة في البسي سمعت الضحك ديالشيبنت وهي تهز راسها كتشوف بانت لها موظفة معاهم في المجلة جالسة فوق المكتب ديال السيف كتهضر واتحك معاه واحتى هو مندامج معاها وكيدحك غادير مع جبهاش الدكور وهي تدور راسها وكملات خدمتها احتشافتهم نادو بجوج كتشوف فيهم بنص عين ابلا ما تعيق بان لها سيف هز الكاميرا ديالو اللي ما كتفارقوش وديك البنت كتتعوج وجارها من ايدو غير بان لها شاف جهتها وهي تحدر راسها سيف وقف عليها وقال غادير ياللهي معانا انت غداو مجموعين هزات راسها وشافت فيه وشافت في البنت واقفة موراه كتخنزر فيها وهي تقول اللا غير سيرو انا ما زال مسالية هدش اللي في ايدي قال سيف وغير زيدي حتى انا رجعو وكمليه ما غاديش يهرب غادير قالت مفياش الجوع غير سيرو ابغاي جاوبها وهي تجرو ديك خيتي قالت يالله قالت ليك ما فيهاش الجوع راشي لك تسن فينا قدام الباب تحركو وخرجو من المكتب وغادير نزلها الدمعة على خطها فرحات حي تعرضها تمشي معاهم ولكن تفكرات ما عندهاش باش تاكل في الريستورات اللي كيمشي وليهم هوما ديما وقت الغداء كتتهرب تمشي معاهم باش ما تتحرش وخسيف هو الوحيد اللي كيعرض عليها وقد ترفض بشي حجة دورات راسها وما باليها حد كل شي مشيت غده مسحات دمعتها وجبتات بواطة من ساكها فتحاتها وهزات ساندويتش اللي كانت قاداته في الدار يلا هبغى تتعط منه وهو يتخطف من ايديها هزات عينها وباليها سيف وهي تظنك حضرات راسها وقال سيف بابتسامة هارفك دير الريشي وعزيز عليك تاكلي هات ساندويتشات ولكن اليوم ديري لي خاطري ويلا هيت تغداي معانا غادير قالت له غير سير جرها من ايدها وهزليها ساكها غادي وجرها مورا وقال لها ما سوقيش غادي تمشي بالزز عليك وغادي ناخد ليك اغدم دسم ضد فيك وعلى حسابي حيث انا عارضك وما كانش اعتراض ولغا تخاصم معاك وهي تقول له وصحابك ما غاديش يبغيو دخلو السانسور وهو يقول سيف هادوك ماشي صحابي زملاءنا في الخدمة احنا بجوش انا عندي صديقة مقربة وحدة هي انتي وعليش ما غاديش يبغيو متالان غاديرت بسمات من الفرحة وقالت ما عرفتش وهو يقول سيف ايوازي دي وسكتي تفتح سانسور وخرجو ووصلو الباب والقاو الشي اللي تمناه جوج دراري وثلاثة دي لبنات الدراري شافو فيهم عادي ولبنات خنزروف غادير ما حاملين هاش خسرات ليهم المعادلة ديال ثلاثة ديال كوب وقفوا حداهم ولقاوهم كيبلانيو سيف قال فين شادينها الشاب قال كاين ريستو هنا في اللخر ديال الشارع مختص في الاكل الاسيوي نمشي وليه فيه داك شي ثوين وهو يقول كل شي أوكي تمشي وعلى رجليهم حيت قريب الدراري سابقين وموراهم سيف اللي شاد في ايد غادير ما طلقش منها وموراهم دوك تلاتة لعقروشات شادين النميمة البنت الليولة قالت شوفي يا اختيكي فلاسقاه وهي تقول الثانية بنت الحرام كدير ديك البراءة تعتوالو وهي قدرم من التحت لاو يعلى أوسم واحد عندنا في المجلة البنت الثالثة قالت شكون حرض عليها من اللول يا كديمة كان مشي وغير حنا وهي تقول البنت الليولة سيف فاش مشيت نعيت عليه قالها لها ودارت عزت نفسي ورفضعت جريتو حتى وصلنا لعندكم وراكم شفتو قال لنا هنا جاي ومشي كي يجري البنت الثانية قالت يا حساب لين سا شي حاجة احتبال لي جارها تكون زعمة بيناتهم شي حاجة وهي تقول الليولة ما نضنش باي نحس بها كيف خدو وزايدون ايش غاديعجبو فيها شوفي لبسها كيف داير البنت الثالثة قالت ديما مخشية في حويج عراض وكتلبس سبو باي نما طيقاش فرصها ومعندها ما تعري وبدو البنات كيدحكو غا دير سمعات جزء من كلامهم كان سيف كيهضر معاها وودنيها سمعوا غير الكلام اللي كيف السم درها خاطرها وحضرات رأسها شافت اشلابسة كلام هم اللي جا غير من الحسد والنقص اللي حاسين بيه في الداخل ديالهم وكيفرغوه في التعياب وإحباط الآخرين بايش هم يحسوا بالراحة سيف بانت ليه غا دير ساهية وهو يقرسها في خطها وبدأ يشد فيها ويدحكها حتى خرجها من سهوتها والكآبة اللي دخلوها لهادو كل آنسات بدات كددحكو نسات نوعا ما داك الشي اللي سمعات سيف هو الشخص الوحيد اللي كيقدر يخلي البسمع لوجهها وصلوا لمطعم ودخلو خداو طبلة كبيرة وخداو ليموني غا دير بقات كتشوف الأطعمة اللي جاتها غريبة وكتشوف الأتمينة كل شي غالي جا السيرفر كي ياخد طلباتهم احتوصل عندها ومع عرفات ما تقول لي سيف خدا من عندها الموني واعطاها ليه وطلب لها نفس الطبق اللي طلب هو بلا ما يعيق عادر تحت قلسوا كيهضروا على الخدمة وغا دير غير كتسمع بودنيها وساكتها قال الشاب سيف سمعت شي هضرة البارح غادا تعجبك سيف قال له شنه هي هاد الهضرة وهو يقول الشاب كنت البارح مع واحد صاحبي بوليسي في واحد الهوات خدام في قسم الجريمة سيف كيسمع بهتمامه قال أهام كمل قال الشاب غير سكر وقلس كيعاود على شي جريمة كيدخل ويخرج في الهضرة قال ليك لقى وجوج درجان مقتولين بنفس الطريقة كحز حداه قال له والوعراء هي مقطعين ليهم القطيب ديالهم سيف قال له متأكد ياك ما طالقها عليك الشاب قال ما نعرف أنا قلت غير دك الشي اللي عاود لي عارفك عزيز عليك تبحث في هاد الشي وهو يقول سيف اينا مركز خدام هاد صاحبك قال لي الشاب على المركز وجابوا ليهم الأكل بعد ما كله خلس سيف وخرجوه تم غادي وغادير بجنبه كتحمد الله وتشكره متشوهاتش قدامهم حيت الفلوس ما كاملينش عندها جاتها هادرت سيف فاش قال ليهم الغداء لحسابه كيف الرحمة ما عرفاتش باللي دارها على قبلها هي بالتات عارفها كتغددي ما بوحدها في المكتب فاش كيخرج كل شي وما كتبغيش تخسر الفلوس على الماكلة وكتجيب غداها معها سيف شاب مرح ودار بالدنيا بركلة وفي نفس الوقت طموح وبغي وصل دك شي اللي بغى بمجهوده وما كيدير الصداقات مع البنات ولكن غادير كانت عنده استفناء بلا ما يحس القارة تتقرب لها وولات من أهم الأشخاص في حياته كيبغي شوفها فرحانة وعيشة بخير ودائما كيساعدها بلا مطعي والحت الآن ما عرفاش باللي هو السبب تلقيها عرض من المجلة اللي خدامين فيها وما بغاهاش تعرف عارف عندها كبريام وما غاداش تقبل شفقة أو مساعدة من شي حد دك شي حلاش هو كيساعدها ويحميها بتخبيه كيف الملاك الحارس وهاكده دازت ليان أحادي عند غادير اللي خدامه ونفسه روتين وسيف ما كيفارقهاش في الخدمة ديما معها أما بالنسبة لصخر الأمور متوترة هيد القضية حيراته عمره ما وحل ولا طول في حل شي قضية احتال هادي كل شي كان خدامه مستريسي وما كان حتى شي آمل أو خيط تبعه في التحقيق وفي مكان وسط لندينة كين أكبر كازينو في البلاد كيجيوا ليه غير النخبة ديال النخبة رجال أعمال وشخصيات تقيلة في البلاد مشاهير وحتى العصابات والمافيا كازينو فاخر بملها ليدي وفوق أوتال فخم تابع ليه ديما الرواج والحركة كل ليلة الناس كتجي تخسر الزباب ديال الفلوس باش تنشط الدوز واقتزوين وفي قاعة كبيرة عامرة بالي دايرين بهم الناس كيراهنوا كيلعبوا باحترافية عارفين ودارسين قوانين كل لعبة هاللي كيخسر وهاللي كيربح ولكن الرابح الأكبر هو الكازينو كل ليلة كيدخل أطنان ديال الفلوس ومع ذلك الناس كترجع تراهن من جديد بالزباب ديال الفلوس ماشي حيتمكلخين ولكن الحماس ديال أنك تفوز وتقول غني بي الليلة وضحاها عامية ليهم العين وكين البعض اللي ولا مدمن على المقامرة لدرجة يبيع اللي قدامه اللي وراه ويقمر على أمل مرة الجاية يربح وفي أخرى من الناس اللي مرفحة وكتلعبوا تراهن الهدف الاستمتاع باللعبة ومهام هاش خسارة الفلوس وفي واحد الجانب من الكازينو كاينة طبلة عامرة كتر من طبال الأخرين أغلبية الناس اللي فيها الرجال واقفة ورد طبلة فتاة فاتينة لابسة بدلاء خاصة بالكازينو واقفة ابتقة كتوزع الأوراق بكل احترافية المراهنين وابتسامة مغرية على وجهها كتخلي أي واحد تايه في ملامحها ذائد على ديك النظرة في عينها اللي كتحكز الثقة والجبروت اللي في هاد الإنسان المقامرين مركزين عليها كتر من ما هما مركزين في اللعبة ومتبعين حركاتها ما كانش اللي ما فتناتوش كانت مدركة للنظرات اللي عليها ولكن هي كانت مركزة على شخص معين راجل من بين الرجال اللي في الطبلة كان في الأربعينيات مظهر وعادي لابس كوستين فاخر وكرشو خارجة شوية هاز مشروف في إيد والإيد الأخرى شاد بيها وراق اللعب حتى هو منباهر بموزعة الورق اللي قدامه خاصة كانت كتشوف فيه الطريقة جهلاته حس بنغذة زايدة فاش عطاته الاهتمام من بين قاع الرجال اللي ضايرين بيها كم من اللعب وما هاموش الفلوس اللي ختم المهم يخدر عويناته دازت مدة وجاوقت استراحة موزعة الورق الفاتينة تبادلت مع شخص آخر ذكر وبنادم اللي سماك زعف غادرات العيون متبعينها واحتدك الراجل الأربعيني تمشيت مسافة وهي الدور شافت فيه مباشرة ولقاته كيشوف فيها ورجعت تلفتات غاداء وكتحك وعينيها فيهم نظرة غير مفهومة الراجل اجمع الوقفة كأنها أعطاته إشارة واتباحة حتى خرجت من الباب الوراني ديال المبنى اللي خاص بالموضفين استراح في خطواته ويخرج من الباب وبين ليه رواق شبه مدلم فيه بولة وحدة تلفت وبينت ليه بركاسة ديال القمامة وحداها لمشاش عاودة تلفت للجهة الخرى وهي تباليه واقفة بأنودة وجادة غارو بينصباحها ومتكي على الحيط قرب عندها بكل ثقة ووقف مقابل معاها بش بد بريكة دهبية كتلمع وشعل لها الغارو تبسمات ليه وحطاته في فمها وجرات 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 وهي تخرج الدخان جامعة شفايفها تنهده هو كيشوف حركاتها وسها حتى فيقصتها الرقيق قالت بابتسامة مغرية شكرا وهو يقول لها على الروح بواسطها أنا أمجد رحيمي المحامي أمجد رحيمي مد إيدو لها وقال والأنيسة الجميلة شنو اسم يدها؟ حطات إيدها في إيدوه الزات حواجبها وبتسمات بمكر وقالت سيندي يمكن لك تناديني بسيندي هبت راسو وباس إيدها وقال متشرفين مضمازال سيندي قالت شرف لي يا ميسيو أمجد قال لي ها بلاديك ميسيو حنا دابا ما بقيناش غراب عايته لي يا غير أمجد قالت أوكي أمجد وهو يقول طال عزوينة من فمك ضحكات بإغراب وهو يقول صارحان جيك من لخر شحال من مرة شفتك في الكازينو وطيرتي لي يا العقل واليوم جيت للطفلة اللي خدامة فيها على قبلك بغيت نتعرف عليك اكتر قالت بس صح أنا عمري شفتك احتال اليوم وشي حاجة جدباتني ليك فرح وحت ايده على قلبه وقال الله على قلبي فرح تيني بهاد الهضرة كنت كانت سائل كيفاش تحت فيك بهاد السرعة وقالي اللي ما كان آمنش بالحب والمشاعر حضرات راسها وشافت فسته وقالت المشاعر جاع وهو يقول كان هدار معاك من نهار شفتك وانتي شاغلة بالي واللي تمريد بيك قالت وشنو الحال وهو يقول كملتي خدمتك نمشي والشي بلاسة نكملوا فيها هدرتنا ونزيد ونتعرفوا على بعضياتنا قالت لا ما زال ما كملت ولكن عندي ساعتين استراحة وخاصني نرجع البوست ديالي أمجد قال مزيان أشبال لك قالت نمشي ونزيد ونتعرفوا علش الله فرح أمجد وقال أوكي ينا قالت سير جيبت موبيل ديالك لهنا وتسناني نبدي المنجي حيتي لا شافني معاك شي حد من المسؤولين غادي جري عليا قال أمجد هي اللولة نمشي نجيبها مجا سيدكي جريت خلكها زينا وبقات سيندي وقفة حتى غبر وهي الدخل ومشات الغرفة تبديل الملابس ديال الموظفين هزات ساكها ودخلات الطوالات قلبات البيبان واشكاين شي حد لقاتها خاوية وهي تطرق الباب حلات الساك وجمعات شعرها ولبسات شعر مستعار أشقر حيدات حويج الخدمة ولبسات حويج وخرين لاسقين عليها وجمعات دكشي وخشاته في الساك وهزات ساكها دارت وفكتفها وخرجات شافت بنت خدامة معها جاية ناحيتها وهي تدور وجهها دازت البنت من حداها ما تعرفاتش عليها إلا ما حققتيش في ملاميحها ما تعرفهاش بشعرها الأشقر مشات بخطة سريعة حتى خرجات من الباب اللوراني تبسمات فاشل قاتوا واقف بالطوموبيل ديالو كيتسنى فيها في اللول ما عرفهاش احتقر باتليه قال ساندي قالت قالت آه كيف جاك اللوك ديالي؟ بقى كيطلع ويهبط فيها بقي عجاب وقال ازوين بالزاف ولكن عليش بدلتي وشعرك كيف درتي ليه؟ قالت عزيز عليين بدل اللوك على حساب القنام أما شعري غير شعر مستعار درتو حي تعجبني وبغيت نشوف كيف جاني الشعر الأشقر يك ما عندك شي مشكيل أمجد قال أبدا ليه درتيها تجي معاك سعدات هادة اللي غادي تزوج بيك غادي يكون مبرع قالت مشينا فتح لي هالباب وقال مشينا ركبات وصد الباب ودار ركب وديمارة شاف فيها وقال نمشي والداري ضحكات وقالت مرة أخرى أشبال ليك نمشي والشي بلاس أخرى حتى تصبح حالة كتفوه بقى تمنزله على دراعه وهو يقول إيا فينو ما بغيتين نمشي ونمشي سين دي كتلحاف في السنسلة دي الكتوة ديالها كتنزلها حتى كيبان تصدرها وكتطلحها حالتاني وقالت ما كرحتش نجيبه دورة باللوتو ونمشي والشي بلاس أزوينا في الهواء الطلق أمجد بقى متبع معها شنو كتدير وكيبلع فريقو قالت له هي كتحرك إيدها آه كتسمعني قال أمجد آه نعت بعينيه جهد جي بي أس وقال إيه لا عارفاش يقنت كتبي لأدغاس أنا ما حافظش لمدينة مزيان قالت أنا غادي نعتليك حرك راسه بقاه وهو مرفوع كيقول معه راسه أهم زوجة بها الله طلعات هدف سهل ما يحتاج شي يمتل عليها ما يحتاج شي يمتل عليها وما غاديش يفلت الفرصة اليوم يقضي الغارات خرجوا على المدينة وبقى غادي في الخلاوات وقليل فين كي يصادفوا الحديد وصلوا الحدى غابة جنب الطريق وما كانش حص البشار ووقف على طلب ساندي قال ليها أمجد أعلاج جينا لهنا وهي تقول هي تبغيت بدل ما نمشي واللوطيل واللدارك هنا حسن شاهد نديروها في الطموبيل أمجد خرج عينيه تصدم من صرحتها وعجبوا الحال قال حتى أنا مشي أحريك منش حال هادي وهي تقول عارفة قال ليها أمجد انتي باغت سالي معايا قرب الحند وجهها بغيبوسها وهي تدور وجهها بلباقة مدات إيدها وهزات ساكها من لور وجبدات من وجوش كعنات ديان مشروب الطاقة مدات ليه وحدة وشدات لخرى شدها من عندها كيشوف فيها وهي تقول شربه غادي تحتاجه وغمزاته وقالت اليوم ليه تك أمجد قال نشربه أمها واخها ما محتاجوش شد الكانيتة حلها وسكحها دقة وحدة حطات ديالها على الجنب وهي كتشوف فيها بكاراه كمل وضهر عندها كيشوف فيها برغبة كبيرة بتعليه غير إنتي نقذ عليها تقدمات عنده قلسات فوقه ووجهها مقابل مع وجوه خشاره في عنقها كيشمشم وبدأ كيبوس هي كتشوف في راسه بشمئساس احتد توقف على الحارقة شداته من شعره مغدى وحيدات ليه راسه من هلقها وهو مرخي فاقد الوعي تكاته على الكوسان ومدات إيدها جبدات قفازات جلد كحلين لبساتهم وجبدات جنوية حادة كتشوف فيها وترجع تشوف فيها حينيها ولو حمرين ودموع دايزين على خدها ونات كلها كترهت ماشي من الخوف من الدكريات البائزة اللي جوا قدام عينيها في هذه اللحظة هزدات إيديها بجوج اللي شادين الجنوية حتى وصلتهم فوق راسها وهي تهبط عليه خشاتها ليه في قلبه بدات كتبك وقالت هادي الختي جبداتها وطعناته مرة أخرى وقالت وهادي الماما وعودات طعناته ثالث مرة وقالت وهادي ليه صرخات بكل قوتها وجهها وحويشها ترشو بالدم وجهها ولا كيخلع تخلط الدم عدموها ناضط عليه وقلسات بلاستها تحنات عليه وحلات ليه استنسد يرسوها جبدات ليه ما سائله وقطعتوا ليه منشتر بدون ما يرفض ليها جفو جبدات بلاستيكة ودارتوا فيها ما عافت موالو ما تحركات فيها حتى حاجة لاحت البلاستيكة في الصاق وهزات الكانيت الخاوية وديك اللي ما شربعتش دارتهم حتى هما في الصاق خلات وغارق في دمايته وخرجات تلفتات مباليها حد والدنيا مضلمة دخلات مع الغابة غادة بدون خوف كأنها كتسارة وسط دارهم مضوية بالبيل ديالتاليفون وغادة في اتجاه واحد كأنها دار سامني مدوس نص ساعة وهي كاتمشا حتى وصلت للجهة الخرم الغابة كانت موبيل مقنتات منك حيدات القفازات ولاحتهم في الأرض نصلات دكشيلي لابسة وجبدات بيدو صغير ديال البنزين من الكوفر وخويتو على الحويش ولاحت فوقهم السكين والكانيت شعلات البريكا ولاحتها عليهم وبقى تواقفة تشوف الشعلة ديال العافية اللي بحالها بحال العافية اللي شعلة لها في قلبها تحرق دكشي وخويت عليه الماء عاد غسلات وجهة وإيديها وطلعات للطوموبي لبسات عليها الجاكيتا وحيدات الشعر المستعار وديمارات ووجهة فيه واحد البرود كأنها ماشي غير دابة شوية عاد قتلة تروح خرجات للطريق السيار وولاو كيبانو اللي هالطوموبيلات غادين جايين قد شادة في الفولون بإيد وإيد خشاتها في الساكل اللي حداها جبدات البلاستيكا اللي دارت فيها قطيب الأخ اللي مات فتحات الجاجة وحلات البلاستيكا بإيد واحدة ولاحتو في وسط الشانتي وبقاتك تشوف فيه من المراية طوموبيل اللي دازتك تبغجوم على الشانتي تبسمات وهي كتستمتع بالمشهد عاد كسيرات دخلت للمدينة وحطات الطوموبيل قدام واحد العمارة ونزلت شيرات الطاكسي ركبات ووصلها للكازينو دخلت من الباب اللوراني ومشات للغرفة فين كيبت بلو لبسات زيها وكان باقي نص ساعة باش مدة استراحت هات سانية دخلوش يبنات خدامين معاها جمعات معاهم شوية حتى وصل الوقت ومشات لخدمتها وفي الصباح خرج صخر من الدوش وسمع التليفون كيصوني فوق الناموسية هزو جاوب وما حدو كيسمع وتعابير وجهو كيتغير العرق اللي في جبهتو تنفخ بغيت طرطق قطعو لح التليفون على الناموسية وانطر الفوتو لحف الأرض ومشا دخل لغرفة الملابس البسح ويجو ومشا طاير كيف عادتو ما كيعرفش شنا هي سوق بشوية وصل مكان الجريمة خارجو كيصفر جاتو بحالة لشيحة كيلعمها كيقول ليه شدني الى قديتي نفس الجريمة راجل غارق في دماياتو مقتول في المقعد الأمامي للسيارة ونفس عدد الطعانات وسلوب واحد وقاتل واحد اعطى الأوامر الفريق وكلام شا يدير خدمته واركبهم شنيشا للمركز اجمعهم العقيد ودارو جدي معه وقال الضحايا اللي ماتو ماشي ناس عاديين والضغط بدك يجي من الناس اللي الفوق باش يتم القبض على المجرم في أقرب وقت قال وحد الضابط كنظني لتكلف كتار من فريق واحد بالقضية غادي يكون أسهل علينا نلقيه القبض على المجرمين الصخر خنزر فيه وقال باستهزام مالك ممحن شدها انتا جاع وحلها الراسك مقصدش هكاك غير هو قاطعو العقيد وقال صافي سكتنا أنا كلفت الضابط صخر بالقضية وأنا طايق فيه في كفاءته كانت منه ما تحشمنيش مع الناس اللي متابعين هاد القضية صخر وقف وقال من لخه تقرير اللي شفته داب على الضحايا في مسرح الجريمة نفس طريقة القتل ونفس عدد التعانات ولقينا في تحليل الدم ديالهم منوين يعني حتى كيف أقدر وعي عاد كيتقتلو داك الشعلاش ما كيناش مقاومة من الضحايا وتقتلو طعنا شاف الضابط اللي هدر قبل ودار حركة لمقص بسباعه وقال والحاجة المتيرة للاهتمام هي تقطع لهم ديالهم في الحالات بتلاتة مقطوع وما كينش في مسرح الجريمة يعني القاتل ديالنا عزيز عليه ياخد معاه سوفونير الضابط تجمع رجليه لا إراديا فاش اسمع حضرت سخر وقاع الرجال اللي تمه طلعت معهم تبوريشا من اللي سمعه تقطع ليهم القضيب ديالهم ضرهم خاطرهم سخر دار ابتسامة سخرية على وجههم مستمتع بردود أفعالهم اللي باين على وجههم وكمل هاضرتهم قال هناك نواجه قاتل واحد قاتل متسلسل حافظ صوارين كيدرس الضحية عاد كينفت جريمته درنا خطأ في اللول لأننا ركزنا على القاتل والنتيجة موصلنا الوارد لأن أول خطوة باش توصل للقاتل خاصك تعرف دافع الجريمة والدافع كيجي من الضحية ليش دك بنادم حتى استهدفهم القاتل وهات شي اللي ناوين نديروه أنا والفريق ديالي والمجرم وزير على إيده قال غادي نشده هي غادي نشده العقيد قال بافتخار هكذا نبغيك أولدي أنت فعلا بينتي أنك ولد الجنرال إسماعي أكيد غادي يكون مفتخر بيك السخر غير انتقليه اسمية بباه تكحل بالعمى هينيه ولا وحمرين ولا كيصوت بحالة طوال قال كنضم بليل اجتماع سالة وخرج زاعب كيتمشى بسرعة حتى دخل المكتب ديالو وهزرج لو ضرب المكتب حتى قلبو باللي فيه للجهة الخرى هزقار روش حلوب دكي كمي غادي جاي في المكتب من كترة ما دبط أعصابه والأحمر كيف ما تيشه منشا عمر المكتب عن السخر ودخل بعد ما دق قال الشاف علش ما قلتيش لهم على الكازيون السخر كان كيشوف شي ورا قدامه وقال داك شي اللي خصهم يعرفوه ره قلتوليهم وهزرسو شاف فيه وقال من هنا لقدام تحركوا بحذر الدائرة عام رفيران وأنا ما بغيش تفاصيل القضية يخرجه مفهوم؟ عمر قال له مفهوم سخر كل في الفاريق يبحثوا في تفاصيل حياة الضحية التالتة واللي هي المحامي أمجد رحيم القاوبي اللي في الآوينة الأخيرة كان كيتردد على مكان واحد بكترة اللي هو كازينو ريلو ومن اللي بحثوا حول الضحايا الأخرين تاجر يوسف الصديق والقادي المتقاعد كريم العالم القاوبي اللي حتى هما كانوا كيمشيوا لنفس الكازينو مرة مرة أخيراً القاوبي رابط بين الضحايا الثلاثة والكازينو هو نقطة البداية في البحث على القاتل سخر خلى هاد المعلومات بينه وبين فاريقه معزيش شعليه اللي يدخل ليه في شغله وكيبغي يتحرك حسيم السي وبعد أسبوع كان واقف كيشوف اللافتة دي الكازينو الناس داخله خارجه غير الناس الملعقين غير الناس الملعقين باينة من ملابسهم الرسمية الغالية كانت لحداش دياللي ادخال بخطتها بيتا كيتمشوا عينيه كي يدوروا في المكان كيبانوا ليه طبالي عامرين مقامرين مركزين على اللعبة كل راجل مقلس حداه مرم أنقا ممكن تكون زوجته لعشيقته أو مرافقة كل شي عن المظاهر والبريستيش كيراقب بعينيه ودماغه وخدام تلفت لواحد الجهة وشاف باب كبير لونه دهبي واقفين قدام وجوج حلالف كلف جهة تمشى ناحيته وقبل ما يهدر شي واحد فيهم حيث الدخول بالدعوة اجبد الشارة دياله وخشاها فوجه واحد في هادوك بعدو من طريقه ودخل ما حدو كيقربه الموسيقى كتعله والأدواء مالية لمكان بوات مزداحم على أنغام الديتجي في أب الناس كيشطحوا شباب وفتيات ما كي نغير العراء والتعباس تاجه الوحد التبلح دا المسرح فين كيكونوا العروض وتسرح فوق فوتاي ونشرق يديه التك على ظهره غير مبالي بالمناظر اللي دايرا بيه جسير فور وخدات طالبه ورجح هاز قرعة الويسكي في طاصة ديال التلش وكيسان حطهم في الطابلة وعمر ليه الكاس ومشاه هاز صخر الكاس شرم منه جغمه ورجح التك على فوتاي شوية توقفات الموسيقى والناس مشاوش دوبلايسهم لأن العرض المترقب والمهم اللي الأكتر يجعل قبله وصل وقته اطفاوا الأدواء وبقات إضاءة خفيفة وشعلات الإضاءة فوق المسرح اللي كانت أرضيته كتبري بحال لقي لمقاد من الزاج ووسطه عمود لاصق في الأرض تلقات الموسيقى هادئة وفي نفس الوقت متيره الكل من تابهه كيتسن العرض ومن بينهم صخر خرجات كتتمشى بطريقة ساكسي رجل قدام رجل الخصر كيتمايل ولابساته بياس من شبكين في الكحل حتى وصلت حدا العمود كل شي كان متحمس يشوف العرض الحصري الأحسن راقيصات العمود في العالم جات من لاس فيغاس فين كانت تدير عبوض كلها لها والطلب عليها بكترة اللي شاف العرض ديالها كيعاود يرجع رقصها وحركاتها كتسلب عقول الناس خاصة الرجال بدأت في تأديات الرقصة وعينيها على بلاصة وحدة كوف الشخص اللي قدامها ومطبع معاها ووجهه ما فيه حتى تعبير غمزاته وتبسمات وهي تشد في العمود وبدأت كتير حركات مغرية بسلازة كتلوه بحال ليلة ما فيهاش العدعم هي طول هاد المدة وعينيها على صخر كأنه الشخص الوحيد اللي كي شاهدها دارت في الرجال حالة غير حالين في بامهم وبعد عشرين دقيقة سالات العرض ووقفات كتلقت تصفيق الحار وكلمات الغزل من هنا ومن هنا غادرات المسرح ورجعات الموسيقى والناس ناضوي شطحوا كان صخر كتلوه بحال ليلة ما فيهاش العدعم كيشرب في الكاس الثالث وباقي مسحصح ما كيشدش فيه المشروب على الإطلاق سمعت صفار وتلفت وشاف الرجال متبعينها بعينيهم وهي مبتاج هالطبلة صخر وصلت عنده هو كيشوف فيها من رأس هالرشليها بشوفات ما مفهوميش قربات منه اكتر وقلسان دورات ايديها على عنقه أما هو جامد مدار حتى ردت فعل هو ما تجاوبش معاها وهي تقول له توحشتك صخر جاوبها وهو مع الصف نوضيت قاعدة وقلسي في بلاستك ديك ساعة نهضره قالت إلينا غير خليني رمي محشاك وهو يقول نوضيت قاعدة طارت ووقفات وهي تقلس بجنده وشدات ليه في ايده وقالت حبيبي بلما تتعصب حفا سمح ليه انتر ايده من ايدها وقال شوفي دوق الحركات ديالك خليهم عندك أبلا ما تقايد ديري هكا رامي حافتك قالت حشو ما عليك عام هذا ما شفتك كنت غدا نموت ومن لي قلتي لياجي لحت كل شي وجيت عندك نجري قال لي ها سخر ما تعاوديش ليقص تحياتك انتي عارفة علاش حي التحييك إيدان أبلا ما يمشي بالك بعيد قالت واخاكك فراح تحيت غدا نشوفك من جديد ما تصورش فاش مشيتي وخليتي كنت غدا نتصدت سخر قال إلينا جمعي راسك شوية وركزي معايا راكي عارفاني مزيان قالت اسمح لي ما يكون غير خاطرا وهو يقول قربي عندي وبالفرحة قربات ولسقات فيه وحطات إيدها على صدرو اللي باين من صداف القاميجة اللي محلولين سخرت عصبه قال قلت قربي ماشيت تخشي فيها هز إيدها وحيدها على صدرو تحنا على الكاس ورجعت تكه على ظهره ولا يحيد من وراء إلينا تحضر شوية وقرب لحدا ودنيها وهدر بصوت كي بورش الحق أنتي هي عينية ودنية في هاد المكان جبتك لأنك أنسب شخص وحتى حد ما غادي شك فيك ركزي وردي البال الصغيرة والكبيرة الكازين وهاد الهوات بغيتك تحفظيهم شكونك يتردد على هنا ما تزق لي حتى حاجة إلا بل لك مشبوه حطي عليه العين وعلميني بأي تفصيل وأنا مرة مرة غادي نجيل هنا زح ما جاي على حسابك باش حتيلا شافونا مع بعض ما يشكوش باللي انتي خداما معايا هاد الهضرة اللي قلت بغيتك تدخليها لهذا الدماغ وديريها بالحرف كانت من كلامي يكون واضح وما نبقاش نعودو مرة أخرى قربو وصوتو من إلينا ونفسو بورشوها وخلاو دقات قلبها كتجري شي سمعتو شيلا اللي مهيب فهنات باللي صخر جاب هالخدمة فقط حسات بخيفة أمل كبيرة وهي اللي تخلات على خدمتها كأشهر راقصة في لاس فيغاس وجات على وده قتموت على التراب درجلي من نهار شافتو في فيغاس عامين هادي كان في مهمة وجات قدامو دووز معاها قاع هاديك المدة اللي قلس هاتم معك ونهار كمل شغله رجع بحاله حتى بسلمة مخسرهاش عليها وهي مقدراتش تنساه وجات وقلبات على عنوانه وطلقه من جديد دووزو أشهر عايشين مع بعدياتهم زادت عشقاته وقرات تسمح في كل شي خدمتها وفي بلادها حتى لنهار ستمها وقالها أنه باغي نهي العلاقة ترجاته ما يخليها شو تكون تحت رجليه واللي بغاها هي اللي تكون ولكنه رفضت ووضح لها بكلام جارح أن علاقتهم ما عندهاش مستقبل وهو ما كيفكرش في الارتباط ولا في الزواج نهائيا نشأ وخلاها في حصلة وحزن ما لهم مطيل هزا ترسها ورجعت لأمريكا لعله وعاست قدرت نساه ولكن وان داز عام ورجعت لرقتها وتشهرات كتر وخدامة في أحسن بواد فلاس فيغاس ولكن غير تصل بها صخر فرحتها نساتها كل شي وجات كتجري بدون تردد كانت ساهية كتفكر في ذكرياتها معا وحشها لي حتى قفضها صوت قال سبحان الله واش سمعتي أش قلت ليك ولكنت كان حاجي لراسي قالت لا سمعتك وغادة ندير أي حاجة طلبتيها مني غير ما تبعدنيش عليك مرة أخرى قال هاد الهضرة ماشي وقتها دعبة وقب وهي تقوله إلينا فين غادي خليك معايا شوية إلا ما عجبكش هنا انطلعوا الجناح ديالي الفوق استخر قال من لي نبغيك أنا غادي نجي عندك امشى وخلاها واقفا تبعاه حتى خرج من الوات داز من حد الكازينو كيشوف بعينيه بنادم كتير والدنيا عامرة كيتساءل مع راسو زعم القاتل اللي كيقلب عليه وبغي يشده أكتر من أي حاجة أخرى غايكون هنا ممكن زعم يكون قريب وقدام عينيه وهو ما عنده حتى شي فكرة كيف داير هاد الأفكار كتدور في راس صخر وهو خارج من باب الكازينو حس بشي حاجة خبطات فيه وطاحت حدر راسو كتباليه فتاة بجسم صغير وشعر أسود كتتقلم شاة دفرج لي هالي تلوات من قطر الطيحة هزات عينيها الوازعين وشافت فيه اسهاف عينيها اللحظة ورجع الوعي بد إيد دوليها وشدات فيه ووقفات قاد الكعب فرجلها وهي شادة في دراعه خبط عينيه كيشوف فيها شادة فيه وعاود شاب وجهها وهزات راسها وردات شعرها ورود ليها وتبسمات كانت تسادي قالت ما يخصي شكرا لحيت عاون تيني وسمح لي يخرجت فيك كنت مزروبة ومن تابعت صخر بقى كيشوف فيها وقال ماشي مشكي بتسمات ليه وتحرقات كتعرج برجلها وهو بلا ما يشعر تلفت وبقى مقابلها حتى دخلها دار عاقد حشبانه وخرج هزته موبيل ورجع للمركز وبعد يومين كان جالس في المكتب ديانو خدان اسمحت دقان ودخل البوليسي قال شاف واحد السيدة بغى تشوفك صخر كان وعينيه على الوراق قال واش كان باليك مسالي شكون هاد السيدة الشرطة بدك يتفتف وقال ما عرفتش قالت زميتها إلينا صخر خبط الوراق مع المكتب وشاف فيه شوفها ديانا قتيلة وقال دخلها خرج الشرطة بزدربة وتوجه عند إلينا اللي واقفة ولابسة من غير هدو اللي ديس كيبقى حال فمو فيها وقال لها الشرطة تدخل عنده ومشاه هو لشغال عدو حلات الباب وبال لها واقف عاطيها بالطار قربات عنده وعندقاته من ظهره ودورات إيديها على خصوه وقالت حبيبي توحشتك حيد لها إيدها بالجهد وعطاها تصرفقة بالطار إيده حتى داخت ما عرفت بش تبنعت شدات في حنكه ودموحها بضي تقدم عندها وشدها من فكها مزير وكيهضر من تحت سنام يا قلت ليك ما تتحركي لهاك ولا حكا حتى نقولها ليك مالكي بكلخا هيني ما بدت كتتغبن وقالت جيت باش نشوفك وجبت ليك شي خبار سخرت فحا وقال إيلا عندك شي حاجة تتاصلي بيا ليش جايحت لهنا واش كتديري الإشهار قالت ما قصدش والله تاصلت بيكش حال من مرة وما كتجاوبش قال إيلا ما جاوبتش سيفطيني ساش واش أنا غادي نقريكش تديري بالحرف قالت اسمح لي وهو يقول مردتيني بهات اسمح لي يلا تلقيني إلينا مسحة دموحة ومشات قلسات فوق المكتم قابلة معاه وقالت هات الأيام اسمعتشي هضرة كنت قلسة في البار وسمعتشي رجال كيهضروا على الطابق السفلي تحت الكازينو تمك غرفة سرية المقامرة كتقام فيها اجتماعات بين ناس مهمة قال لها صغر آها كملي وهي تقول هات الشي اللي عرفت لحد الساعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة